مستر مستر هي الكلمة دي اسمها ايه الكلمة دي اسمها تو جميل طب هي معناها ايه معناها جدا وبعدين بقى هي بس في ايه مالك مش حضرتك قلتلي ان تو دي معناها ايضا ايوة فعلا احنا اخدناها قبل كده بمعنى ايضا ولكن النهاردة ان شاء الله احنا اخدها بمعنى جدا طب وبعدين حعرف ازاي دلوقتي ازا كانت تو معناها ايضا او ازا كانت تو معناها جدا ايوة بس ما تستعجلش ما هو ده موضوع درسنا النهاردة النهاردة ان شاء الله هنعرف through listen to few cannot seven ازاي هنفرق بين to اللي معنها ايضا و�� tu اللي معنها جدا وهتعرف معلومات كتير جدا في listen to few men seven حبايبي طالبات الصف الرابع اللي بتداي اهلا بكم مرة تانية ان شاء الله conv4 هنتكلم مع بعض عن listen to واللي هنعرف فيه الفرق بين to اللي معنها ايضا و Multi اللي معنها جدا ومعلومات كتير جدا استنونا وما تبعدをしょ يلا بنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبيبي طالب الطالبات الصف الرابع لابتداي أهلا بكم مرة تانية ومعادنا النهاردة مع الدرس التاني في الوحدة السبعة وشكل ما احنا عارفين ان بنبدأ درسنا بأهم اللي موجودة في الدرس بتاعنا تعالوا مع بعض يلا نشوف أهم الفكاب وهم البربزيشنز والكسبريشنز وكمان الفيربز الموجودة في الدرس ده يلا بنا أول كلمة معنا النهاردة وهي كلمة كلايمت كلايمت بمعنى مناخ وشكل ما انت شايفين ان السي لما بيجو وراها اي حرف ساكن فبتنتق كاي ساون كلايمت الكلمة التانية معنا النهاردة وهي كلمة انفيرومنت 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 بمعنى بيئة انفيرومنت هنا لاحظ ان الاي هنا لونج قلت حبابي صوت اللونج اي اي يعني ما قلتش انفيرومنت 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 بمعنى بيئة انفيرومنت بمعنى بيئة الكلمة التالتة معنا النهاردة وهي كلمة بمعنى خزب تاني بمعنى خزب يعني نما كنا الارض كويسة وبيطلع علي محصول كويس بقول عليها بمعنى خزب الكلمة الرابعة معنا النهاردة وهي كلمة سايل 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 وكلمة سايل حبابي بمعنى تربة زراعية تاني سايل 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 الكلمة الخامسة معنا النهاردة وهي كلمة تمبرت 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 بمعنى معتدل تاني تمبرت تمبرت الكلمة الستة معنا وهي كلمة كروبز بمعنى ما حصيل ولاحظ خلي بالك هنا منطق السي مع الار بضم شفافي شوية وانا جاي بقول السي مع الار يعني بقول ده من الحروف اللي بعضها الحروف السكنة اللي بعضها في اول الكلمة اضم شفافي وانا بقول الحرفين دول مع بعض شكل شكل الكلمة السابعة معنا حبابي وهي كلمة بمعنى بشر تاني معنى بشر الكلمة التامعة معنا حبابي وهي كلمة كلمة بدون حبابي يعني بدوي تاني بدون يعني بدوي وبدوي يعني الناس اللي بتعيش في الصحراء دايما دول بقول عليهم بدون بدون بيبل بيبل ولاحظ الفرق بين نطق البي في بدون بدون البي في بيبل 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 تكعليه ازاي لانها بي فور بيبل بدون بيبل بدون بيبل يعني البدون الكلمة التاسعة معنا حبابي وهي كلمة بمعنى سكان اللي سكيمو يعني السكان اللي عايشين في المناطق القطبية اللي بيبقى فيها جليد كتير بسميهم اخر كلمة حبابي معنا وهي كلمة لسان اللسان حبابي اسمه tongue 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 لاحظ حبابي هنا انه نطق حرف ال-o نطق بالزبط شكل حرف ال-u ومش اي-u short-u short-u صوت حبابي uh sound like sun like bun like fun هنا برضو بقول tongue 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 حبابي اللي هو اللسان tongue اللي هو اللسان تعالوا مع بعض بقى نشوف بعض الافعال اللي حتقابلنا كمان في الدرس ده اول فعل معنا وهو help 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 ده معناه يساعد وشكل ما انتوا عارفين ان الفعل ده فعل عادي وطالما فعل عادي فانا بزود له في الاخر ed لما اجيب الماضي فيبقى الماضي بتاعه helped 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 وانا لازم الاحظ حاجة ان بعد الpa sound الed دايما بتنطق ta فعشان كده اقول helped helped يعني ما اقولش helped 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 الفعل اللي بعد كده وهو need need كلمة need حبابي بمعنى يحتاج و هنا بقى في حاجة مهمة جدا حرفين اتنين بس بعدهم الed بتنطق ed بتنطق الصوت ed ed الحرفين دول هم حرف d وحرف t في الماضي لما زود ed بتنطق ed النطق ده فعشان كده need حلقة الماضي بتاعها needed 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 بمعنى احتاج الفعل اللي بعده هو adapt 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 بمعنى يتكيف ولاحظ هنا ان في الاخر في t فبالتالي لما اجي احط الed فحتبقى adapted 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 شوف الed ed adapted الفعل اللي بعده هو كلمة burn 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 لاحظ حبابي لما اجي انطق دايما حرف الر في نصف الكلمة اللساني بيبقى في اخر الفم من جوها في سقف الفم من جوها يعني ما اقولش burn مفيش الر في الانجليش اسمها burn 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 برن بمعنى يحرق والماضي بتاعها burn 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 برن انا ما قلتش برند لقى burn الزق على طول الدفل انطق تعالى نشوف اللي معنا نهاردة اول كلمة فيهم اول فعلي فيهم هو grow grow وgrow اللقو فيها long يعني بتنطق بالمنظر ده grow يعني بفتح شفيفي واضم تاني grow 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 بمعنى يزرع او يجبر او ينمو طب الماضي بتاعها grow 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 ولاحظ ان جي مع الار بضم شفيفي وفي نفس الوقت بضلع كده grow 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 يعني ما هيش grow يا مستر لا طبعا هي grow grow الفعل اللي بعده اخدناه كتير قبل كده وهو have or has وان ان هذا النهاز معناها يملك او يمتلك او يتناول والماضي بتاعها هو had 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 الفعل اللي بعده هو كلمة hurt 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 طبعا بمعنى يوز يو يولم وده فعلي شهاز الماضي بتاعه حلقيه نفس الفعل بنفس النطق hurt 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 الفعل اللي بعده كلمة sell 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 دايما حرف الال حبابي لما اجنتقو دايما اللي ثاني في الاخر sell 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 طبعا ده فعلي شهاز الماضي بتاعه sold 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 تعالوا بقى حبابي قبل ما نبدأ درسنا نتكلم عن to and to to اللي معناها ايضا وto اللي معناها جدا فلو جيت اديت لك الجملة دي وقلت لك i like milk too i like milk too i like milk too يعني انا بحب اللبن هقول جدا ولا ايضا لا تقول لي ايضا يعني مقولش جدا هقول لك لا طبعا ما جيت في اخر الجملة وقبلها كما اعرف على طول انها ايضا so when i say she plays tennis too she plays tennis too يعنيها بتلعب تنس ايضا الله يبقى هنا برضو معناها ايضا ليه يا حبيبي هتقول لي لانها جاي في اخر لانها جاية في اخر الجملة وكمان قبلها كما يبقى دي too اللي احنا خدناها to بقى بتاعتنا النهاردة حبيبي بتيجي before the adjective to اللي معناها جدا d بتيجي قبل الصفة يعني اول ما اشوف to جاية قبل الصفة في الجملة اعرف ان معناها جدا هو ايه صفة دي يا مستر يعني ايه صفة قال للصفة حبيبي كلمة بوصف فيها اسم تاني كلمة بوصف فيها اسم يعني لما جاقول مونة طول يعني مونة طويلة فقول لك طول دي ايه تقول لي صفة ليه تقول لها بوصف فيها مونة يبقى مونة طول علي is short علي is short يعني علي قصير او قصير دي هي الصفة ليه تقول لي بوصف فيها علي بوصف علي النقصير يبقى الشور دي الصفة او بتوصف ضمير حبيبي والضمير شكل ما قلنا بالكلمة اللي بتبقى عيدة على الاسم شكل اي وهي وشي واتوي وذاوي دي كلها بقول عليها ضمائل يعني لو انا قلت he is fat he is fat يعني هو سمين fat دي اقول عليه ايه؟ تقول لي اقول عليها صفة ليه حبيبي؟ لانها بتوصف he بتوصف الضمير هنا هو سمين يبقى الصفة حبيبي الكلمة اللي بوصف بيها الاسم it's the word that describes the noun or the pronoun which refers to the noun يعني بتوصف الاسم او بتوصف الضمير العيد على الاسم to بقى بتاعتنا النهاردة حبيبي بتيجي قبل الصفة دي اول ما تلاقي to جاي قبل الصفة اعرف على طول انها بمعنى جدا مش بمعنى ايضا فلو قلتلك مثلا شايف الست البردانة دي وقلتلك she is too cold she is too cold she is too cold يعني هي بردانة جدا اوه وليه انا قلت هنا جدا هتقولي لانها جايب لكلمة cold وكولد دي صفة وطالما صفة يبقى ايضا to معناها جدا to معناها جدا ولاحظ لما اجي اجيب صفات دايما بيجي قبلها بمعنى حبيبي ان لما اجي اقول احمد طويل هنا في الجملة دي هتلاقي ان احمد طويل ايضا مستر لما اجي ترجي من انجليش بالانجليزي اقول احمد طول هقولك لا ما ينفعش ليه لان ما ينفعش في الانجليزي فاعل وصفة لازم يكون فيه في الجملة فاعل طب ما هنا مستر ما فيش فاعل هقولك اول ما ما تلاقيش فاعل في الجملة اعرف ان الجملة اعرف ان الفاعل بتاعي هو verb to be يعني لما ما تلاقيش فاعل حط من عندك verb to be وverb to be ده من بيجي قبل الاستفاد فلما اقول لي احمد طويل فاقول له احمد از طول جبتي از من عندي احمد از طول طب انا عايز اقول مونة قصيرة فاقول مونة از شورت ادرى مصر انا ما قلتش مونة شورت لأ لازم اجيب از فاقول مونة از شورت فالجملة البسيطة اللي فاها الصفة بتيكاوم من كده الاسم اقضامي وبعدين ام او از او ار وبعدين الصفة بتاعتي ولو هجيب قبل الصفة جدا بتاعي التنهار ده فانا هجيب to فلو انا جبتلك حبيبي الولد ده وقولتلك يا الله تعالى انه صفة he is too tall he is too tall he is too tall يعني هو طويل جدا والله ايضا بيرفع عليكم جدا ليه عشان to جاي قبل الصفة يبقى معناها جدا يبقى to بتاعيتنا النهار ده حبيبي معناها جدا بعرفها ازاي بتيجي قبل الصفات يعني لو جبتلك مثال تاني وقلتلك شايف الجزمة دي هتقول لي ايه ودي كبيرة اوي فتقول لي the shoes are ايه ده مصر يا شوز تاخد ار قال لي طبعة لانها اتنين مش واحدة بس the shoes are too big the shoes are too big too big حبيبي يعني كبيرة جدا يبقى ازا to هنا معناها جدا لانها جاية قبل الصفة يبقى انا لما حد يسألني يقول لي ايه الفرق بين to اللي معناها ايضا to اللي معناها جدا هقول له to اللي معناها ايضا بتيجي في الاخر قبلها كومة اما to اللي معناها جدا بيجي بعدها الصفة يجي بعدها الصفة تعال بقى حبيبي نشوف موضوع الدرس بتاعنا النهاردة والمعلومات اللي مدهنا في listen to يلا بيه موسيقى طبعا حبيبي عنوان الدرس why do we live where we do بقول لي بقول لي ان البشر يقدر يعيشوا تقريبا في اي مكان في اي مكان طبعا شكل ما قلنا ان بط دي معناها ولكن وبتربط بين جملتين متناقضتين بقول لي but we often look for three things يعني احنا دايما بنبحث عن ثلاث اشياء مهمة جدا كلمة look for حبيبي معناها يبحث عن يطرق اي الثلاث حاجات اللي احنا بنبحث عنها عشان نعيش في مكان معين number one climate number two water number three soil number one climate اللي هو المناخشة اللي ما قلنا water اللي هي المية وصايل اللي هي الطربة الزراعية اللي احنا نقدر نزرع وناكل منها بيقول لي ان people like a temperate climate تاني people like طبعا like هنا بمعنى يحب a temperate temperate حبيبي بمعنى معتدل و climate قلنا يعني مناخ يعني الناس دايما بتحب المناخ المعتدل اللي هو ولا حرقوي ولا بردقوي عشان كده قال لي somewhere that's not too hot and not too cold يعني ولا هو حرقوي ولا هو بردقوي طب تعالى نشوف احنا محتاجين المية ليه قال لي we need water to drink اكيد طبعا احنا محتاجين المية عشان نشرب and to help our crops grow to help our crops grow يعني عشان نخلي المحاصيل بتاعتنا تكبر وتنمو تاني حاجة تاني تاني حاجة we need fertile soil يعني fertile soil قلنا يعني تربة خزبة طب لي محتاجين تربة خزبة لي قال لي so so هنا حبيبي بمعنى لكي تاني so هنا بمعنى لكي so the crops have lots of nutrients وانا اخدنا في التلم الاولاني كلمة nutrients معنى عناصر غزائية عشان المحاصيل تقدر تاخد كتير من العناصر الغزائية العناصر الغزائية دي موجودة فين اكيد موجودة في fertile soil يعني في التربة الخزبة قال لي these three things often come together يعني بقول لي التلات حاجات دول دايما تلاقيهم جليم مع بعض اللي هم مين قال لي climate المناخ وكمان fertile soil fertile soil التربة الخزبة وكمان water بمعنى places with water always have fertile soil يعني الاماكن اللي فيها مية فاكيد بيبقى فيها تربة خزبة وطلان فيها تربة خزبة فاكيد حاليا فيها temperate climate temperate climate يعني مناخ معتدل قال لي as humans يعني احنا كبشر are very good طب جيدين في ايه قال لي at adapting يعني في التكيف to live يعني لكي نعيش in the environment around us in the environment خلي بالك حبابي احنا قلنا the لما يجي بعدها كلمة بتبدأ بصوت متحرك فبقول عليها the فعشان كده قلت the environment the environment around us يعني في البيئة اللي حوالين قال لي كمان humans can learn to live in the most difficult environment on earth يعني البشر يقدروا تعلموا انهم يعيشوا في اصعب البيئات على وجه الارض فبيديني مثال على كده اللي هما the annuit people annuit people اللي هما سكان المناطق القطبية ما لهم سكان المناطق القطبية قال لي the annuit people live in the arctic regions وحنا خدنا قبل كده في الدرس الاولاني ان كلمة arctic regions اللي هي المناطق القطبية ما لها يعني المناطق القطبية دي قال لي المناطق القطبية دي temperature فيها اللي هي درجة الحرارة temperature 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 can be around يعني ممكن تكون حوالي minus حبابي احنا خدنا كلمة minus يعني سالب او ناقص minus forty degrees Celsius minus forty degrees Celsius يعني اربعين درجة تحت الصفر اربعين درجة تحت الصفر متخيلين تلاجة بس بتبقى خمستاشر كده ولا ستاشر ما نعرفش نخش فيها انما دي تخيل انت اربعين درجة تحت الصفر الناس دي عايشت ازاي فبيستعجب اوي فبيقول اذا كان ده الفريزر بس is around حوالي is only around يعني حوالي تقريبا minus eighteen degrees Celsius minus eighteen degrees Celsius يعني سالب تمنتاشر بس ده في الفريزر مال بقى دولة اربعين تحت الصفر يعني قال لي كمان من درجة الفريزر يا ترى عايشين ازاي مديني كمان مثال عن البيدون بيبل البيدون بيبل حبيبي اللي هم الناس البدو طبعا يعني عارفين ان الناس البدو بيعيشوا في الصحراء طيب يا ترى الصحراء قال لي الصحراء اكيد عكس الدرجة تحت الصفر طيب قال لي بقى it's about 50 degrees Celsius 50 degrees Celsius يعني بيعيشوا في درجة خمسين درجة مقوية وخمسين درجة مقوية دي يا حبابي يعني حر جدا 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 وبكده يا حبابي بقى احنا عارفنا في listen to في الدرس التاني في الوحدة السابعة النهاردة ازاي يا فرق بين two and two وعرفنا ازاي يعني البشر كان داب two different environments يقدروا كيف نفسهم مع البيئات المختلفة اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالشرح بتاع الدرس التاني يلا احفظوا الكلمات بسرعة وكمان اروا الدرس مرة تانية ويلا انزولوا بسرعة حملوا الواجب من الرابط اللي فيه الملف بتاعنا ملف الواجب واشوف هل الواجب صعب ولا سأل وتابعني على قناة التليجرام الخاصة بالصف الرابع الابتدائي واللي هتلاقي الرابط بتاعها برضو موجود في صندوق الوصف تحتنا ما تنساش like share subscribe and don't forget that عشان يجيلك كل التنبيهات بالحلقة الجاية ان شاء الله يستنونا في listen three سلام عليكم